لمكافحة موجة ثالثة لفيروس كورونا تسابق ألمانيا الزمن بزيادة التطعيم وتميل إلى فرض تدابير العزل المشددة بعد أن تجاوز عدد الإصابات بالفيروس عتبة الثلاثة ملايين أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للسيطرة عن الأمراض تشير إلى تلقي حوالي 15% من سكان البلاد الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فيما تلقى ما يقرب إلى خمسة ملايين شخص الجرعتين وبمعدل التطعيم الذي تعتمده ألمانيا حاليا قد يستغرق الأمر حسب التوقعات خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين وكانت حملة التلقيح قد بدأت في ألمانيا قبل نحو 15 أسبوعا من جهة أخرى تكافح ألمانيا موجة ثالثة من الإصابات التي تتسبب فيها السلالة المتحورة الجديدة لكورونا بشكل أساسي الأمر الذي أعلن على إثره وزير العمل الألماني إرادته فرض تدابير عاجلة بإلزام الشركات اختبارات على جميع العاملين وذلك مساهمة منهم في مكافحة الفيروس وتأتي ألمانيا في المرتبة العاشرة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس وأمام الوضع تتجه البلاد إلى تشديد قوانين احتواء كوفيد-19 لتتمكن من فرض إجراءات إغلاق في البلد بأكمله وحضر تجول الليلي ترجمة نانسي قنقر